الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال ورد من أحد الحضور وهو في الحقيقة يعني اعترض أنه قدم السؤال أكثر من مرة وما جاءه بليه يعني والسؤال جاءنا ولزم أن نجيب على هذا السؤال لأنه من الدين ولأنه يهم الأمة الإسلامية ونسأل الله أنه يفيد الجميع ونفيد السائل كذلك ومن كان معه طيب قال الصراع أو الحرب بين معاوية وعلي من أجل السلطة ولا من أجل الدين والإثنان من خيرة الصحابة وجزاك الله خير طيب والسلام لابد تعرف المعلومات دي أول حاجة قبل ما نجيب على السؤال والنازل هؤلاء القوم هم بلغوا درجات علا وحطوا رحالهم في الجنة فعقيدتنا أن الصحابة جميعا في الجنة الآن هم في الجنة رضي الله عنهم قال الله تبارك وتعالى مادحا هؤلاء الناس في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم منهم معاوية وعلي رضي الله عنهما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزر إلى آخر الآيات دالي هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ومنهم معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما ربنا قال دل نصر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين دل منهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم دل يهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دل يهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دل يهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والآيات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في فضل هؤلاء الصحابة وفي الثناء عليهم فهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفدوا النبي عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأولادهم وديارهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنهم جميعا والواجب علينا نحبهم ونترضى عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم دواجب على أي إنسان مؤمن وهذا علامة من علامات الإيمان هل أنت بتحب الصحابة دل ولا عندك شك فيهم إذا كنت بتحبهم تعلم تماما أنك من المؤمنين إذا كنت عندك أدنى شك في هؤلاء الناس أعلم تماما أن فيك خصلة من خصل النفاق والعياذ بالله دل صحابة النبي سأسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري من رواية سهل بن سعد السعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله شوالكلام ده لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون كلهم يتمنى أن يعطى الراية فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي فقالوا هو يشتكي من رمض في عينيه يا رسول الله فقال أدعوه جاب علي بن أبي طالب فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبريأ بإذن الله عز وجل ودي أبوك الشيخ ما بيقدر يعمل يا صوفي أو أحتمشي لأشيخ ادفل في عيونك يبقيك عميان مرة واحدة والله لو كان عندك نظارة أعمى ما تمشي بزق فيك إملاك سل إملاك ميلاريا دوسنتاريا دي بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام أفهم يا صوفي ما في شيخ يبزق ولا تمش تشرب مويت شيخ ولا أي حاجة الشيخ دي الماء عندهم حاجة يا زول أو أكتبوا لي بركة بركة وين يا زول منو قال لك بركة عندك دليل أنا بأقول لك روى البخاري من روايس سهل بن سهل روى لك منو إنت منو روى لك ما تتكلم ساكل فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه ثم قالوا انفذ على رسلك قال على ماذا أدعوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوهم إلى الإسلام ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فاعلمهم أن الله فرض عليهم الجزية فإن أبوا فقاتلهم والله لئي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه زوج البتول أخ الرسول ليث الحروب منازع الأقران رضي الله عنه والله ديل لو ما حبيتهم أعرف تماما إنك إيمانك فيه مشكلة كبيرة والله لا أبود تحب الناس ديلة ديلة الناس يا أخي نصر الدين الدين الإنت الآن بتنعبئه بيصلي في المساجد تقال جابوا لك منه بفضل هؤلاء القوم رضي الله عنهم جميعا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ملك من الملوك خال المؤمنين أخو أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام روى الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله هادية مهدية لمعاوية رضي الله عنه اللهم اجعل يا خيطة مالك تلكلام في الصحابة بحرقك ولا شنو يعني الناس مرضانة ولا شنو ها شوف نحن بنزكي في الصحابة قال لي السؤال السؤال يا أخي نسأل الله العافية والله في ناس مرضانين ونحن والله الصحابة عندنا خط أحمر والله تفتع خشمك في الناس نزلك هنا لما اربط بيك الوطني لما تعرف حاج أوى أكفي الخشمك عليك إياك ما تخل تعكر مزاجنا خلينا نتكلم في الناس عندك رجل من ديل عندك راجل زي ديل نتكلم فيه أكفي الخشمك أول ديل خط أحمر عندنا والله خط أحمر ما نقبل تهبيش ولا بكلمة فيمت رضي الله عنهم جميعا ديل معاوية رضي الله عنه ملك من الملوك سئل عبد الله بن عمر فقال من أسود الناس قال معاوية أسود يعني في السيادة وفي السلطة من أسود الناس قال معاوية قالوا ولا عمر قال عمر أفضل من معاوية ولكن معاوية أسود الناس رضي الله عنه ده معاوية ابن أبي سفيان بكرهوا الإخوان المسلمين وأنا أظن أنه في إخوان مسلمين قاعدين هنا بتكون شغلها السكات ما معاوية تكتب معاك إن شاء الله ربنا يدمرك وكسر راسك لو بتكره النازل يقرأ معاوية يقرأ معاوية زي ما شتم رئيسهم الذي أعلمهم الكفر سيد قطب تبا له عليه من الله ما يستحق سيد قطب في كتابه بتعلى العدالة الاجتماعية كتاب سيد قطب تتلق لك أخو مسلم بيجيب الكتاب هنا أوع اتكلم في معاوية واتكلم في عمر بن العاص قال واتكلم في عثمان بن عفان قال معاوية وعمر قال يركناني إلى الغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم تبا لك يا سيد قطب إتها الزكاك منو يا ذول والله يكلب ما زكاك إتها من زكاك تتكلم في ناس في الجنة يخواننا أنا بتعجب لذلك لما سئل ابن عباس ابن عباس سأله نفس السؤال ده جابوا لنا السائل ده ها نفس السؤال ده داري عمل فتنة بين الصهابة وأنا ما أتهم نية السائل لكن سأله ابن عباس الصهابة الذين اقتتلوا فقال لهم لما قال الله عز وجل رضي الله عنهم وردوا عنه ألم يكن يعلم أنهم سيقتتلوا ها لما الله قال كذا لما قال رضي الله عنهم وردوا عنه أكان الله بيعلم إنه حيقتتلوا ألا ما بيعلم يعلم تطيح شك بعد علم الله عز وجل أنهم سيقتتلوا الله قال رضي الله عنهم ورضوانك أنت تعالي تدخلك بينهم شنو؟ أهل بيدخلك بيناتهم شنو؟ ناس الله رضا عنهم أنت الرضا عنك منه؟ ها؟ ديل لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكه يا دول ديل أوليك كبار ديل أوليك كبار الآن لكن تعال في المجتمع أعمل استبيان قل لهم أكبر أولية في الأمة مش لأي مجتمع سوداني سلام عليكم وقف ناس المواصلات دارين أكبر ولي طبعا أكبر ولي أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي تب الليك أولي أبوك الشيخ منه اللي قال لك ده أكبر واحد والله دولة أصغر ذاته دولة أصغر ذاته أمش للباديو البرعي داك والله طبعا المكاشفين قطع شك اقتع رقبتك منه اللي قال لك قطع شك ها؟ دا دي دي الأمة نسأل الله نعافي لكن دي الأمة هم الأولياء يا زولي التالي الأولياء ما بتعرفون ولا شنو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي الأمة رؤوسهم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي ما تسبهم ولا تتعرض لهم بيسوء فوالذي نفسي بيده إذا أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مدة صحابين ولا نصيفة الواطة دي قل لا لو عندك ذهب أنفقتها في سبيل الله لو جاء صحابي بيكفة واحدة بس مرقلة تمرى التمرى حقته دي تطييش لك كل الجبل بتاع الذهب حقك شوف الناس زيل بالله بعد دا كله يجي يتكلموا فيه سيد قطب سيد قطب يقول في الكتاب بتاعه يتكلم عن عثمان قال والثورة التصوير الفني يا أخو يا مسلم كتاب التصوير الفني أو في كتاب العدالة الاجتماعية كتب دي كلها موجودة عندنا صفحة 200 اتكلم أو في العدالة الاجتماعية اتكلم عن عثمان بن عفان قال والثورة التي خرجت على عثمان هي في عمومها ثورة من روح الإسلام والله طلع روحك وريحنا منك يا سيد قطب الناس الكتل عثمان الشرزمة الصعاليك التفين الكتل عثمان بن عفان هل دي من روح الإسلام يا أخي كتل ذنورين رضي الله عنه زوج بيتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ابن عمر أو علي ابن أبي طالب عن عثمان قال أسأل عن رجل يدعى في الملأ الأعلى بذنورين تسألوني عن زوج زيدة الملائكة بتسميه الذنورين تسألوني عن واحد زيدة يجي سيد قطب بكل بجاحة بعد كل يدافع عنه لإخوان المسلمين وكمية من أنصار السنة المحمدية يدافع عن الزوال ده محمد الأمي إسماعيل نائب الرئيس العام في إمتى ده محمد الأمي إسماعيل عنده مكتب موجود عندنا أوه أبدك أنت لك لك بينجيب المكتب أي زوج عندنا له شغل جاهز يا سلام الله أكبر ده ياهو الكتاب بتاع العدالة الاجتماعي في الإسلام تأليف سيد قطب دار الشروق آه تما عندك لك لك معنا رغم الإداء الصفحة 160 ده كلامه في عثمان عنده العدالة الاجتماعي نفس الكلام اللي قلت لك كلامه في عثمان محمد الأمين إسماعيل ونحن ما أننا ما أكشغل أوه أكتب لي ده شيخنا بطريقتك ما أننا ما أكشغل هو ناس البرع نحن ما أشغال به نشتغل به كده ها جماعة تعبين للبرع ما أشغال تكلموا في العلماء وين هو العلماء ها سألوا من سيد قطب في جامعة الخرطوم هنا تسجيل موجود قالوا له كتابة تصوير الفن في القرآن لمؤلفه سيد قطب أو كتابة ظلال ظلال القرآن قال هذا كتاب قيم في مجاله يتناول القرآن قال بمنظور أدبي وأكبر قليل أدب سيد قطب قال يتناول القرآن بمنظور أدبي قال جنى عليه كثير من الناس إحنا منهم الجنين عليه سيد قطب على حسب زعم هذا الرجل محمد الأمين إسماعيل قال الآن السعودية بفضل الله عز وجل وخلي الكلام دي قطع مسارينا كأصوفي بيجيكم قلوا جميل سوالية آي بيجينا اتبع لك إنت شأن ما جاء إياك يعني وكان جاتك إنت بتابعة ها كان جاتك بتابعة والله لو ودوك تمسح جزمة الملك أرنيش صباح مساء والله يا أصوفي تجري والله نجيب لك فيزا لكن تخلي البرعي رأيك شنو لا إنت مسكين ساكد هزول السعودية الآن أسي قبل 15 يوم أصدرت قرار بمستوى عالي جدا يمنع كتب هذا الضال من جميع المكتبات عرفتا ده المجرم ده كتاب زي ده والله في السعودية ما تلقوا عرفتا ولا بيخلوك زاته تقول هناك سيد قطب شفت اللي بيقول اللي بيقول جنة عليه ده ده لما نمشي هناك ما بيقدر يتكلم كلام زي ده لأنه هناك ما بخلوك تقول هناك في لعب كمان يفتحوا لك الغنة هناك في جلد وفي شيل بتاع راس برا طوالي ما في لعب صادروا كل الكتب بتاع سيد قطب وكل الكتب بتاعت حسن البنة وكل الكتب بتاعت الترابي من جميع مكتبات المملكة العربية السعودية عشان كده عشان كده البلد ديك ما شلقي الدم ناس مرتاحين يا اخ بيأكلوا دجاج صباح مساء بيشربوا لبن صباح مساء مواصلات ما في هناك تقاعد في مواصلات لوفوا لوفوا ليبيو كورور كورور يكسر راسك ما في مواصلات هناك والله ما في مواصلات ناس مرتاحة المسكين الفقير هناك بيركب تكسي مكيف ده الخلاص مسكين ويتانا عارفك بتكون مشيت وشوف تلحاس البرك هناك زول جعام ما في شحادين ما في متسولين ما في ناس بيبيعوا ترمز كبكبه ما في هناك ما في كلام زي ده لكن نحن والله يتبيع ترمز بعد شوية يتبيع شبطك زاته طالما البرع والكباشي والحواز قاعدين في السودان عرفتها؟ بيتبيع شبطك زاته دي وقفات قليلة جدا شوف ملخص الكلام ده شوف الصحابة مقتتلوا في سلطة والكلام ده قالوا ذاك الرجل الذي يسمى بمحمد مصطفى عبدالقادر دجال الفتحاب وده ده في يوم من الأيام كان شيخنا دي رسالة للصوفية شوف نحن شيخنا لما نتلق لك بنمرمطه طوالي ما بنقول يا أبونا الشيخ ما تتكلم فيه لا 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 هو ذاته علمنا كده لكن لما كتمت ما قدر يتحمل هو علمنا كده قال لينا ذاتي لو هناي نزلوني السوق طوالي نزلنا السوق بيجاكوريك ما انت علمت أنا نسوي لك شنو؟ تحمل يداك أوكتا وفوك نفق أيوة والا المحاضرة موجودة ردوا عليه وأخواننا جزاهم الله غير ناس أو بكر شيخ أو بكر شيخ مزمل وشيخ شهاب محاضرة كانت في بري في المعرض وموجودة في اليوتيوب الدفاع اسمها شنو؟ الإصابة نغضى الإصابة دفاع موجودة في اليوتيوب خش وشوفها الحاسي ذاك ياهول اتهم الصحابة قال اقتتلوا في السلطة وما اقتتل الصحابة في سلطة ولا في دنيا أبدا أبدا ما تقاتلوا في سلطة ولا تقاتلوا في دنيا ونحن عقيدتنا إن الصحابة لا نتطرق فيما شجر بينهم ما من نتكلم فيهم لأنه نحن نخاف على رقبتنا يا زول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدس من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب تتحبش ديل مشكلة شان كده نمسك ونترضى عنهم جميعا ونقول ما حصل بيناتهم أمري مثل هذا أبدا رضي الله عنهم جميعا أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شيخ محمد نورين